لأول مرة يستخدم سلاح الجو الجزائري طائرة بدون طيار ظهرت أمس خلال تمرين جوي تكتيكي استعملت فيه ذخيرة الحية والحوامات القتالية بالقاعدة الجوية حاسي بحبح والذي أشرف عليها الفريق أحمد قيد صالح وظهرت الطائرات بدون طيار التي تعلن عنها الجزائر رسميا لأول مرة وهي تقوم بعمليات استطلاع جوية قبل بداية المناورة الطائرات المتخصصة في الاستطلاع والبث الآن والتي تعمل بالتنسيق مع الحوامات التي تتكفل بالتدخل دخول الطائرات بدون طيار تعد إضافة كبيرة لسلاحها الشو الجزائري خاصة في الحرب على الإرهاب ومراقبة الحدود إن هذا الحرص الشديد الذي يبتده قيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وستبقى دوما بإذن الله تعالى وقوته تبديه في ظل ما تحذى به قوة المسلحة من دام متواصل من لدون فخام السيد الرئيس الجمهورية القائد العليا للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني حيال إضافة الطابع التصاودي على وطير العمل تحديث لقوة المعركة لدينا هذه المهام التي بقدر ما يعتز بها جيش الوطني الشعبي فهو يحرص بصفة دائمة على أن يكون في مستوى درجات العليا من الثقة التي يكونها الشعب تجاه اشتركوا في القناة